اشتركوا في القناة وكيسترها وكيحاول ما امكن انه يخفيها لكن هؤلاء الشباب قاموا باغتصام هاتين الفتاتين ثم بدل ذلك بدبحهما بطريقة مرعبة واختر من كل هذا تصوير ذلك بالفيديو ثم نشره على اوسع مدى ما الغاية من كل هذا يعني الجريمة وصلت الى اقصى ما يمكن ان يتخيلوا العقل البشري من البشاعة والفضادة دليل على ان هؤلاء الشباب اللي ارتكبوا هاتي الجريمة هاتي الاشقياء عندهم امراض نفسية وعقد نفسية ربما غير مبار مجافعين من نفس هاتي العقد نفسي اللي عندهم فوق طاقة وانهم وقعوا مغسل دماغ وانهم موجهين واحتوجه بعيد من طرف جهة معينة وان الحقدة والكراهية اللي في قلوبهم بلغت مداها سؤالك يطرح من الذي يغدي هذا الحقد وهذه الكراهية في هذه النفوس وما هي الدروس لك يرقنوا هاتي الشباب حتى وصلوا الى هذه القمة من العنف لان حتى الحيوان يفعل هكذا الحيوان حينما يفترس فريسته كي يخض من اجل الاطعام ثم يستروها اما ان يغتصب ثم بعد ذلك ان يدبح ثم ان يقطع ثم ان يصور ثم ان يوزع وينشر هذه قمة قمة العنف حتى ابليس اللعيم ما يستطيع ان يفعل هذا هذا فاق الاباليسة ولهذا كيخلي واحد الصدمة كانت قوية وتعوزنا العبارات دي الكلام والصدمة ربما عند تداعيات متعددة نطلب الله تعالى هو الستر والعفو وان يرفع عنه هذا الغضب وهذا المقت صدمة كبيرة اصابت الرأي العام الوطني والدولي جراء هذا الحدث الشنيع جريمة شمهاروش التي وقعت ضحيتها فتتين بريئتين لا ذنبلهما سوى انهما احبة ارض المغرب وجبال المغرب ونسيم المغرب واهل المغرب جاءت للزيارة جاءت للاستمتاع بوقت جميل في هذا البلد الامين وكانت النتيجة هذه الجريمة النكرى البشعة الكل يتساءل ما هي الاسباب والدوافع التي جعلت مثل هؤلاء الاشقياء يصلون الى دبح هتين الفتتين البريئتين اكيد ان هناك علامة استفهام كبيرة وخلل عظيم وكبير في البنية الفكرية والبنية النفسية عند هؤلاء المجرمين الوضع ليس خاصا بالمغرب فلاحظنا مشاهد مثل هذا في مختلف الوطن العربي في مصر في سوريا في البحرين في اليمن في السعودية في الجزائر سؤال كبير ما الذي يقع لنا في عالمنا اكيد ان هناك خلل في البنية الفكرية من حيث التصور للدين الدين الاسلامي هو دين رحمة ودين محبة ودين تآذر وتآلف وتعايش والآيات واضحة بينة غير قابلة لا للتأويل ولا للتفسير لانه هي مفسة نفسها بنفسها ألم يقل رب العزة في كتابي العزيز وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين ألم يقل الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألم يقل الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفسهم فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ما الذي جعل هؤلاء الشباب أنهم يقع لهم انحرى فكري وعقضي ثم يقومون بتنفيذ أجنضة عالمية كبرى غايتها خلق البلبلة وخلق اللانظام واللاأمن داخل المجتمعات هذا يحتم على العلماء وعلى المفكرين وعلى المصلحين وعلى كل أطياف المجتمع أنهم يساهموا ويعملوا من أجل إعادة تشكيل عقلية جديدة عقلية شبابية وعقلية دل المواطنين مبنية على القيم الكونية الإنسانية الكبرى القائمة على التعايش المشترك كلكم من آدم وآدم من تراب أننا قائمة على المحبة قائمة على المودة على التعاون على التآلف وعلى قطع الطريق عن سفك الدماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فعلا ربنا عز وجل شرح نظام العقوبات والعقوبات اللي معروفة عند الناس كلك يقولك يكون فيها الرحمة في قلبك يقولك يكفي السجن السجن تربية وتهذيب وإعادة تهذيب لكن السجن في حق هؤلاء يبدو بأنه غير كافي رأينا بعض الناس اللي كانوا حقوقيين وكانوا مع حقوق الإنسان ضد الإعدام وطالبوا بالإعدام لأنك يقولك هؤلاء لابد أن يعدموا وتسلب منهم الحياة ممكن تخليه عيش ويتنفس ويشوف الحياة لكن البعض الآخر قال لك لابد أن يقتلوا بمما تلقتلوا وهذا هو الحكم الإسلامي الحكم الإسلامي أن يقتل بمثل ما قتل الحكم الإلهي والرباني أن يفعل به كما فعله بالآخر وهذا فيه معنى الردع ومعنى أن الإنسان ينتهي لعل القلوب دي لهذه العائلتين بل الدولة كاملها بل عالم الغربي كله بل عالم الوطن العربي وحن في المغرب كنا يالله تبرد القلوب لأن القلوب صبحاتك تشعر بواحد نوع من الحزن العميق رأي القلوب تتفطى أنك نعرف الناس ما نعسوش ما نعسوش في الفيديو إلى يومين هذا مبقاش يجيون مننا عسو لك يخدو حبوب تهديئة الأحصاب لأن هذا الشيء مروع فالعقوبة الحقيقية هي أنه يقتل كما قتل هذا هو الحكم الشرعي الإسلامي شكرا لكم جميعا وأسأل الله تعالى أن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر